طيب زي ما قلنا عندنا اخبار محلية ايضا في الخبر اللي يخص كرة اليد انتوا طبعا حضراتكم وزير الشباب الرياضة معالي الوزير الشباب الرياضة الدكتور أشف صبحي اجتمع مع اللجنة المنظمة او اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد اللي هيقام في مصر رقم 27 هيشترك فيه 32 فريق هيبقى من الفترة من 13 الى 21 يعني دكتور أشف صبحي قاعد مع اللجنة المنظمة ليه قاعد معهم؟ عشان فيه قرعة هتتعامل يوم 5-9 فيه قرعة هتتعامل يوم 5-9 يوم السبت القادم هتتعامل عند أهرامات الجيزة حدث علامي كبير العالم كله هيشوفه 32 دولة في العالم هتشوفه اللي مشاركين زائد المهتمين بكرة اليد اذا حدث يهم مصر كلها وانا بناشد من هنا جمهور النادي الاهلي وكل جمهور الرياضة انه يدعم هذا الحدث لانه هو في بين قصين كده مصر وزير الشباب الرياضة اجتمع مين كان في الاجتماع شوفنا من شوية الصور كان المهندس شام نصر رئيس الاتحاد كابتن حسين لبيب طبعا نجم مصر السابق مدير البطولة وعدد من قائدات وزارة الرياضة طبعا الصورة هي الاجتماع طبعا كان عشان الاستعداد للقرعة حفل الفتاح حفل الختام كل تفصيلة صغيرة الدكتور أشف صبحي مهتم بيها جدا ولابد ان يخرج ان شاء الله هذا الحدث بالشكل الذي يليك باسم مصر العظيم طيب قبل ما نتنقل معكم الاخبار العلامية الحقيقة عندنا فيه اخبار كتيرة هطلع لفاصل وارجع لحضراتكم ابقوا معنا شكرا